السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته مباريات السماوة تعادل أمام الحدود 0-0 نفط الوسط فاز على الكهرباء 1-0 بهدف عمر منصوري في الديار الرابعة من ضرب الجزاء والنجاف يتعادل أمام الكوة الجوية 0-0 خلنا نتعرف على ترتيب فرق الدور العراقي وترتيب الهدفين بعد مباريات اليوم في الجول الحديث عشر في صدار الجدول الدوري العراقي بعد مباريات اليوم عندنا نفط الوسط في المركز الأول بـ 23 نقطة الكوة الجوية في المركز الثاني بـ 19 نقطة الشرطة في المركز الثالث بـ 17 نقطة ولسه هيلعب طبعا يعني أنا مش أقول من اللعب عدد كم مباراة يعني وكده هنقول الكلام ده في نهاية الجولة خلص نفطي ميسام في المركز الرابع بـ 17 نقطة الزوراء في المركز الخامس بـ 16 نقطة النجاف في المركز السادس بـ 16 نقطة الكهرباء في المركز السابع بـ 14 نقطة الطلبة في المركز السامن بـ 14 نقطة زاخو في المركز التاسع بـ 14 نقطة أمانة بغداد في المركز العاشر بـ 14 نقطة أربيل في المركز الـ 11 بـ 13 نقطة النفط في المركز الثاني عشر بـ 12 نقطة ديوانية في مركز الثالث عشر بـ 12 نقطة الكرخ في المركز الرابع عشر بـ 11 نقطة الميناء في مركز الخمس عشر بـ 11 نقطة نفط البصرة في المركز السادس عشر بـ 10 نقاط الحدود في المركز السابع عشر بتسع نقاط السماوة في المركز السامن عشر بتسع نقاط الصناعات الكهربائية في مركز التاسع عشر بسبع نقاط والقاسم في المركز العشرين والأخير بستة نقاط خلنا نتعرف على ترتيب هداف الدور العراقي بعد مباريات اليوم بالنسبة لترتيب الهدافين عندنا في صدرات الهدافين اللاعب محمد ابراهيم لاعب الكهرباء في المركز الاول بستة اهداف يتساوى معه ايمان حسين لاعب الكوة الجوية وفي المركز الثاني منار طاها لاعب الحدود بخمسة اهداف موسى عدنان لاعب النفط وفي المركز الثالث عمر المنصوري او عمر منصور لاعب نفط الوسط باربع هداف التساوى معه احمد عبدالرزق لاعب نفط ميسان سجد جاسم لاعب نفط الوسط مهند عبدالرحيم لاعب الزوراء محمد خليد جفال لاعب الطلبة جبار كريم لاعب امان البغداد وفي المركز الرابع بثلاثة اهداف ايات سدر لاعب السماوة وحسين يونس لاعب الميناء وعمر عبدالرحمن لاعب الكرخ وعلى عبدالزهر لاعب الزوراء والليكم باقي اللاعبين بهدفين وبهدف متابعي الكرام كان معكم محمد نور الدين من قناة من اخر الخلاصة قدمنا لكم ترتيب فرق الدور العراقي وترتيب الهدفين في بداية الجولة الحديث عشر من الدور العراقي اليوم الاحد سبع عشر اتناشر 2020 اشترك في القناة فعل زر الجرس اعمل لك الفيديو نراكم فيديو اخر بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته